بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتلي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الرابع لمقرر النظم بالمعالج الدقيق وإن شاء الله نبدأ برضو نكمل كلامنا عن السابروتينز هنا في الجزء لها جماعة هنفهم أهمية السابروتينز يعني ليه برنامج فرعي ليه بنستخدم البرنامج الفرعي تعالوا نشوف كده برنامج على سبيل المثال بيقوم بالمهام التالية بينفذ أكواد أكواد برمز X ثم ينفذ أكواد برمز A ثم Y ثم A ثم Z ثم A ثم W هذا يعني إيه بقى لو أنت ملاحظ معايا إنه لما ينفذ الأكواد اللي بالرمز X دي بيبدأ يستعين بالأكواد اللي بالرمز A مش كده ثم Y ثم A شايف معايا كده إن إيه هنا استخدومه كم مرة أيوة ده 1 2 3 مرات يعني كتبنا إيه 3 مرات لأن البرنامج محتاج إن هو يستدعي خدمة البرنامج A 3 مرات طيب أنا عايزك تشوف حجم كتابة الأكواد ممكن يكون عامل إزاي بص معايا كده إنت لما تكتب X A Y A Z A W إنت كتبت A كم مرة 3 مرات يا جماعة مش كده الكود ما عندك كبر ولا ما كبرش كبر شايفه قد ده معايا إذن إذن كون إنك إنت تسويتش X A Y A دوات ده بيبقى huge load على البرنامج معايا البرفورمس بتاع البرنامج ممكن يقل يضعف يحصله degradation معايا طيب الحل إيه؟ بيقولك الحل هو يا جماعة في الساب روتين بص كده على الساب روتينز والساب روتينز إحنا بنكتب الـ A كم مرة هي مرة واحدة بس طيب وبعد كده اللي بيحصل بنستعيحين الحاجة إليه يعني أنا كتبت الكود اللي هو بالرمز X ها شايفينه ثم أنا عايز أكتب إيه؟ عايز أستدقل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل له calling نادي معايا جماعة بعد ما نادي أرجع تاني المين لمكان ما أنا ناديته منه علشان أكمل أهم مواخد الـ Y وبعد ما خلصت الـ Y أنادي إيه مرة تانية وأرجع تاني عند الزد أخلص الزد وأرجع أنادي إيه مرة تالتة وهكذب أنا كتبت إيه؟ كم مرة جماعة كتبت إيه مرة واحدة بس بس تستدعته كم مرة تلات مرة لكن بص حجم الكود المكتوب بقى جماعة بص حجم آداء البرنامج البرنامج اللود اللي عليه هيبقى أبسط جدا من البرنامج اللي أنت شافه قدامك ده هو البرنامج البرفورمس بتاعته بتبقى أعلى من البرنامج اللي قدامك ده إحنا كتبنا إيهنا يا جماعة مرة واحدة بس معايا فهمنا فكرة الـ Sub-Routine وفهمنا إحنا ليه بنعمل الـ Sub-Routine تمام طيب هنا بقى بنقول إيه بقى هو بديك شاط ملاحظات برضو في الكلام المكتوب بقولك إيه إحنا بننفذ Executes GSR و GSRR اللي إحنا خدناها لإيه المحاضرة اللي فاتت والليه إيه بتنادي على الـ Sub-Routine و برضو زي ما حتى فأنا مرة الفاتح بنخزن كمتة الإيه الـ B-C في الـ R-L R-7 وبعد كده ها بنروح للـ Address اللي عند GSR والـ A و GSRR عشان ننفذ الـ Sub-Routine أو البرنامج الفرعي وبعد ما بنروح للـ Address بننفذ البرنامج الفرعي وبعد كده بنرجع بكلمة إيه بقى R-E-T أو Return هو بس بيحكي لك الخطوات اللي هنا اللي إيه اللي ممكن تتم معايا و بيقول لك خلي بالك ممكن رتيرني تترجع ببرامترز يعني مثلا على سبيل المسال ترجع بقيمة يعني إيه البرنامج الفرعي ده ساعدنا نحن نجمع مثلا خمسة زائد ستة هيرجع بقى أمر الرتيرني ده هيرجع بقيمة لها كومة 11 للبرنامج الرئيسي وقال لك ممكن كمان Sub-Routine ينادي Sub-Routine تاني يعني إيه يعني أثناء ما إيه ده بيتنفذ وأثناء ما أنت فلابتو من المساعدة يروح ينادي Sub-Routine ولا يأكل مثلا بي ويرجع لإيه ثم يرجع بعد كده للبرنامج الرئيسي قال لك يبقى إحنا ممكن Sub-Routine ينادي Sub-Routine تاني أثناء تنفيذه يعني مش شرط إن البرنامج ينادي على Sub-Routine والSub-Routine يخلص إيه شغله ويرجع تاني لا ده ممكن Sub-Routine الواحد يروح ينادي Sub-Routine آخر ثم آخر ثم آخر عشان ينفذ شغله طيب وإذن في الحالة دي بقى بنسامل ميكانيزم ده ميكانيزم إن فيه Sub-Routine ينادي على Sub-Routine ايه آخر عملية Recursion Recursion اللي هو التكرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته